اشتركوا في القناة وهذا العملية كان عرفوها أنها مسألة تجيب ضرقية ستنائية وكما تقولون أن الشغال العامي في القطاع كان شيء ضروري هو شيء محزن وكما تعرفون بأن الجمهور هو ضرع أساسي في عملية المصرح وكما تتمنى هذه القضية وكما تتمنى أن الأصوات كانت تعقب على هذه المسألة للغياب الجمهور وأنا فعلت أن أحضر لي أن الجمهور لا يوجد أن يأتي للمصرح وأنا أتمنى أن الله سبحانه وتعرف على الجائحة ونحضروا حياتنا بشكل طبيعي المصرحة بتحديد الجمهور وكانت من باب المزحى ومضحك مع كل الأعمال وكانت لدينا رسالة للمجموعة من الزمالة ولو أن المناسبة ليست للعجاب والانتخاب فعلا كانت لدينا مشكلة للغياب الجمهور على مصرحة هذه حقيقة ليست بيدعة بسيطنا بعض الأعمال التي كانت تعرفتها في الساقام وحضور جماعي وكانت لدينا مجموعة من الأعمال وكانت تشهد غياب شي بتم للجمهور وهذا الشغل مع السيكورة وكان عندها أسماء قبل أنا كانت تشغل مع أيو بياسي اللي هو صديق وأخي شغل معه منذ البدايات والسهلاوات يعني أنا أعتبر أنه نصي ابن الضار والتالي لا أعتبر ضد نهائيا فأخوض أي تجربة وفضي مرأة أي عملها مع هاد الفائل القارل والتي كانت تساهمي لها وهي تميز بذلك الروح الجديد التي تستخدمها مجموعة من الفلق المصرحية أنها دائما تطعم بعناصر جديدة وبعناصر شابة ومن مدن أخرى ومن قادمون من تجارب أخرى لا يزالني كيف تشغلوا؟ ماذا تشغلوا على التالي تقول لي؟ تشغلوا على التفخ ما تشغلوا على التفخ لا تشغلوا على المفكرة لا تعرفوا على التفخ لا أعرف ما يكون لديهم لا أعرف ما تعرف نعمل لتعرف لأعمل لأفعار هذا العص شكراً للمشاهدة 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 أنت أصرت أمي ما عرفت نشر الحسوها أتعلم ودخول من الباب وأنا أخرج من الشرجم وأنا أعيش بوحدي بحاجة شي نيت وحتى عظامي أحسب زن مجموية غراض حال أحسن أحمل عقاب أنا ما ذكرت سنة حملوني إنما ما تتربونيش للرأس لابسي تصعق لي أشي فيك تصعق لي أشي فيك وتتخلوا مني وتقتلوني بلا من شيء بلا ما تعرفوا أشي حتراسي ها وحتى عد السنة هذه يمكن يمكن كينوا شخصياتي لابناء العساس المستسل اللي يحقق واحد النجاح كبير فيها شخصيات ماشي لك الشر بشكل كلاسيكي ولكن كتبقى دائما شخصيات عندها واحد الحامولة واحد 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 الجوانب الجوانب المظلمة التي أعتقد أنها توجد في أي إنسان لا يوجد إنسان طيب مئة بالمئة وإنسان شرير في مئة بالمئة هناك دائما الأسباب والمسببات وأنا أسأل الله الله طفلش وإنسان الاشتغال مع دريس الروخ مبتل ومخرج ومبتل من الأصل الاشتغال في صفحة عامة مع مبتلين يخرجون الروخ من الأخراج من الأخراج من الأخراج من الأخراج طويلة إدارة المبتل لدي الفنان القادم من تشخيص أساسا لم تشخيص أساسا لم تشخيص أساسا لم تشخيص أساسا بطبيعة الحال الشغال مع دريس الروخ أولا أول مرة كنت أشتغل مع الشهر مع سلسلات الطبعة الأولى وكما شرطي لي أنه ممتل كبير أنه كمسائل كمسائل تكويل وبالتالي الشغال في إدارة الممتل عنده مع دريس الروخ عنده طبع خاص بكل صدق و بكل أمانة أعطي أحد أهمش للسماع والاقتراح لأنه يعتبر شهريك مع الممتل وهذه نقطات مع كامل أساسا في أفتقد الكثير من المقرجين بين قوسين لهم أسماء يعني دريس الروخ هذه الإدارة الممتل هو كممتل أنه كان مرتاح معه لأنه كما قلت لك هي مسألة أشارك في بناء الشخصية في أعطاء السابق والشتغال والتركب ومو سامع جيد وكي يرسح لك المجال رقلتش بالحبس كيف رقلتش بالحبس عليش مدرتين قلت لها قلبه في أقسم الموانا سبلان ضربتش واحد طرياني ومشاتي لهاي خلص عشر سنين مرحبا أخير أخير شو ترجعت يا بلادي قلتك أقلب أنا ماماك وملكتش لها الأعطاء بفعلان شرتين نقطة الأهم ميزات الدرس الرقوق في مسألة الإخراج وهو مسألة عنده القدرة الهائلة ورحابة الصدر في إدارة واختيار ممتن عبنا واحد نصف مسرحي هي رجل درسه مسرحي يدرسه مسرح درسه عنده التقافية يكتبوا نصف مسرحي كله تختار ونرى فوق الخشب ونصف أخرى الجرمة الكتاب ونصف أنت ترسمت على مسرح الكتاب أبن واحد الذي صدر في صيغة كتاب ورقي في زمن يحمله من المتغيرات واتجاهات أخرى هل سيتحول إلى عمل فوق الخشب بكل تأكيد والإشارة التي قلناها ومجموعة الناس التي حاولوا أن صدق القوار في هذه المساعدة تخسر العدراء وما تخسر العدراء وبغير كان أحد يتحدث قال لي ما الذي يريد كتاب في بلاد النسبة القراءة ألا تصل ألا تخسر العدراء وغير الحقيقة بما فقط ومتعرف أن حينما الانتقال من النص المصرح من الورق إلى خشب المصرح يحتاج إلى آليات أخرى إلى أدوات أخرى التي تحصل نفس مثلا في كتاب ركين واحد هامش والحرية كبير التي تتعامل فيه معناه متلقي لأنه قارئ ومشايد تتعامل أدوات أخرى ومشايد ومشايد وأنت تخاطب الجمع في حين أن الكتاب أنت تخاطب الفرد وتتعامل حمامية ومشايد 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 من العقل ومن الحرية والحرية المسؤولة ومشايد 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 كلمة أخرى كلمة أخرى للجمع والمسل كلمة أخرى وأنني كنت أشكر وان تيفي بالعربي على هذا اللقاء وعلى صحرة البدايات من هذه القناة التي كنت منها وكنت أعرف الصديق القاسم ومسؤول على هذه القناة وكنت أعرف المهنية والغيرة والقناة والوقيا وانتمنى النجاح وتصوف مع العقلات لكي تنور المشهد السمع الباصاري المظلم شكرا الاجيار كيو السحاب ديما الاجيار كيو السحاب اما الشمس ديما موجودة صفيا قوة ميت بكيش شو اشتركوا في القناة